بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أهلا بكم أصدقائي و أحبابي متابعين قناة فرس البرمجيات على اليوتيوب النهاردة الدرس الثاني في فتح البوت لودر شرحنا الدرس اللي فات كان نظري لكن مهم جدا جدا لازم تطلع عليه وتسمعه مرة و اثنين و ثلاثة بعناية وتكتب المحفظات اللي فيه النهاردة الدرس رقم اثنين فيه سلسلة فتح البوت لودر والنهاردة هنشرح تعريف الهاتف الاندوريد بالكمبيوتر طبعا كل هاتف اندوريد بيختلف عن التاني فيه النوع سامسونج هواوي اوبو اين كان نوع التعفون بتاع حضرتك علشان تشبكه او توصله بالكمبيوتر بتاعك مش هيقرأ معاك الا لما يكون فيه تعريف على الكمبيوتر النهاردة هنشرح ازاي تسطب التعريف بتاع شاومي على الكمبيوتر والتعريف بتاع سامسونج على سبيل المثال وانت تستطب التعريف بتاع التلفون بتاعك لو انت مجدته في شرح النهاردة النهاردة كما انتم شايفين ويندوز سيفن كيف نستطب التعريف بتاع الو اس بي بتاع هاتف شاومي عليه وهو اشرح لكم ويندوز 10 في نفس الحلقة تمام كده كما انتم شايفين الملف بتاع التعريفات هتجدوا اسف الفيديو دوت التعريف الخاص بويندوز 10 ودوت التعريف الخاص بويندوز 7 و 8 ودوت حل لمشاكل التعريفات هنعرف ازاي مع بعض نستطب التعريفات هنروح على ماي كمبيوتر نضغط ونختار بروبيرتس اللي هي الخصائص وبعد كده هنختار الاختيار الاول اللي هو اللي هو الخاص بالتعريفات بتاع الويندوز ونافل الصفحة ديت مش عايزينها تاني ونضغط انهوت فوق على البي سي بتاعي او ماي كمبيوتر كليك كايمين واختار الاختيار التاني اللي هو شايفينه اللو هنروح الاختيار التاني بعد كده باختار كلمة نwechsel وبعد كده باختار الاختيار التاني اللي هو اني اس طول اللي هو باختار ن oldu camino اللي انت تستطب التعريفات عن طريق الخطوات بيدك ومش automatic اكتره كده بالشكل ثم اضغط ان الاختيار بعد كده باسيب الاختيار اللي هو وهو مخترهولي وهو مخترهولي وضغط على كلمة Next وبعد ذلك أختار هاف ديسك وضغط عليه وبعد ذلك أضغط على كلمة Browse و أختار الملف اللي أنا فيه التعريفات الملف كما أنتم شاهدون كنت أضعه على الديسكتوب في سطح المكتب ومسميه باسم تعريفات شاومي و أروح أنا دلوقتي بسطة بالتعريف الخاص ب Windows 7 أو XB أو 8 فأنا أختار نوة Windows 7 و أختار الاختيار اللي اسمه Android و أضغط عليه بعد ذلك أضغط على كلمة Open وبعد ذلك أضغط على كلمة OK لحظوا معي أنه فيه تعريفات نزلت معي أضغط على الاختيار الأول وبعد ذلك أضغط على كلمة Next بعد ذلك أضغط على كلمة Next طريقة التسطيب العادية بتاع التعريفات لكن أنت عندك التعريف بتاع شاومي فأنت بتجلبه بالطريقة دية و أضغط على كلمة Finish وبعد ذلك أضغط ثاني على PC و أختار Add نفس الاختيار اللي اخترناها و أضغط على كلمة و أختار بعد ذلك أضغط على كلمة بعد ذلك سأقوم بتبقى التعريفات التي نزلت لو لم تقرأ معك ممكن تسطر التعريف الثالث آسف أنا بدلا لا أضغط على الاختار الثاني اخترت على كلمة اسكان لا أضغط هنا ثاني أقوله اد نفس الخطوات هي هي مغيرناش فيها أي شيء لكن كل مرة نختار الملف التالي كما ترى كما ترى اختار الملف اللي بعديه لو التعريفات طبعا نسسا ما قريتش هتبدأ اختار ثلاث ملفات اربع ملفات لكن هو اول ملفين التعريفات بتنزل معك ما فيش اي مشكلة زي ما انت شايفين ادي التعريفات بتاعة هاتف شاومي بتاعة ويندوز سيفين طيب فيما يخص بقى ويندوز تين او إليفن هتعمل ايه؟ فيما يخص ويندوز تين او إليفن هنروح على دوت انا بسطب كده هشح لكم التعريف بعد كده على ويندوز إليفن وهي هي نفس الخطوة على ويندوز تين تضغط هنا هوت على قيمة ستارت وتختار هنا كلمة سيتنج وبعد كده هتختار هنا هوت كلمة سيستنج وبعد كده هتنزل تحت خالص تختار كلمة أباوت ومن أباوت هتختار هنا هوت ديفايز منجر تمام؟ اضغط عليها تفتح معايا زي ما انت شايفين فتح معايا التعريفات اقفل دوت خلاص انا مش عايزه انا احطط بردك التعريفات هنا على الديسك طب اروح على اسم الجهاز بتاعي ضغط عليه كلمة يمكن اقت wäre الان من الهاتفHA دوسط افتح الملاف وتفتح معايا التعريفات شاومي هذه تعريفات شاومي هفتح هنا كلمة تعريفات شاومي كده زي ما انت شايفين مكتوب ويندوز 10 انا عندي ويندوز 11 بس 11 و 10 عادي بقرأ عليه التعريف واحد اختار الملف دوت اختار الملف نفسه اضغط نوط على كلمة اوكي واقول له هنا كلمة next زي ما انت شايفين بولي ساكسيفول ان هو تم التعريف فيما يخص التعريف اليو اس بي بتاع شاومي على ويندوز 10 بالنسبة للناس اللي تسأل مثلا على بعض التعريفات الخاصة بالغاتف الاخرى مثلا زي تعريف سامسونج على سبيل المثال تعريف سامسونج اضغط على سامسونج اضغط عليه double click وبعد كده اقول له وبعد كده خطوات التصديب العادية بتاعت اي برنامج اتقول له next لحد ما يجي finish لكن اضغط لكم عشان بالنسبة للناس اللي بيتتابع معنا عاوز تفتح البوت لودر للهواتف الاخرى بولي تم تثبيت تثبيت البرنامج قبل كده انا اقول له ثبته على اي حال عشان نورر اصدقاء ازاي بيتسطب التالي التالي او next وبعد كده اختار كلمة التسطيب او التثبيت وبعد كده في الاخر هنا هجي لي كلمة finish اضغط على كلمة finish اي حالنا ازاي نسطب لتصبت التعريف لتالي عالي تواجه ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 ويندوز 11 فيما يخص حواتف شاومي هتتبع التعريفات زي ما احنا قلنا ادي الملفين تاني للتأكيد كتر التكرار هيعلمنا ادي الملف اللي يخص مع تعريف اكس بي ويندوز سيفن ويندوز ايد بس الاغلبية العظمى بيستخدمه ويندوز سيفن تمام مشارحنا ازاي باردك التعريف بتاع ويندوز تين ويندوز اليفن هو باردك نفس الملف دوت لو انت وجهتك اي مشكلة فيما يخص التعريف او التعريف عندك مش عايز يتعرف هتخلها هتخش على الملف دوت اسمه حل مشاكل التعريفات هتضغط عليه ضبال كليك هيفتح معاك الملف زي ما انت شايفين ادي الملف اللي من جوه دوت بعد كده هتلاقي فيه تصديب هفتحه لكم باردك عشان خاطر الناس تبقى على ضراية ازاي تيسطب المشكلة بتاعت التعريفات ديت هتضغط انهوت زي ما انت شايفين هتضغط انهوت على الملف دوت كليك كايمين بعد ما تستخرجه طبعا تعمل تضغط مثلا كده عليه وقول له استخرج الى واختار المكان اللي انت تستخرج فيه الملف هتقول له مثلا على الديسكوتوب بعد كده الملف بعد ما يستخرج على الديسكوتوب ولنفترض ان هو الملف دوت اللي احنا استخرجناه بس مش هو ده طبعا اضغط عليه كليك كايمين واقول له اللي هو التعريف كمسؤول او التصديب كمسؤول بعد كده بيبدأ يسطب ويحمل حاجاتنا على الانترنت لو بتوجهك اي مشكلة في التعريف او تصديب التعريف دوت الملف اللي احللك مشكلة التعريفات ممكن يكون الدرس طويل شوية لكن مهم جدا لا تنساش لو عجبك الدرس تشارك في القناة وتفعل زر الجرس حتى اصلا كل منشرتانة جديدة وتابع معانا السلسلة بتاعت فتح البوتلودر شرحنا فتح البوتلودر والنهاردة شرحنا التصديب بتاع اليو اس بي ان شاء الله المرة القادمة هنعرف ازاي نكمل بقية السلسلة بتاعت فتح البوتلودر عشان كله يقدر يتخطى المشاكل بتاعت الصوت والمشاكل بتاعت الصوفت وير والمشاكل بتاعت تسجيل المكالمات وكل المشاكل اللي بتوجهك في التلفون بتاعك سواء كان شبكة او اي ان كان المشكلة هنعرف حل ليها على قناة فارس البرمجيات دمتم في رعاية الله كان معكم اخوكم من فارس حسام دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة